بيان وزارة الصحة والسكان عن عدد حالات كورونا في مصر اليوم السبت 13-6-2020 مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت 13-6-2020 خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تمام شفاءهم ليرتفع إجمال المتعافين من الفيروس حتى اليوم إلى 11-529 حالة وذكر بيان الصحة اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 12-919 حالة من ضمنها 11-529 حالة تم شفاءها وأضاف البيان أنه تم اليوم السبت 13-6-2020 تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس كما تم تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بذلك يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت إلى 42-980 حالة من ضمنها 11-529 حالة تم شفاءها وغادرت مستشفيات العزل والحجر الصحي كما بلغ عدد الوفيات حتى اليوم 1484 حالة وفاة وعن أبرز إحصائيات الوضع الحالي لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر مقارنة بدول العالم فقد احتلت مصر المركز 78 في نسبة الوفيات من إجمال عدد المصابين واحتلت المركز 186 في نسبة التعافي من الإصابة حيث بلغت نسبة التعافي 26.9% واحتلت المركز 104 من حيث إجمال الإصابات لكل مليون نسمة حيث بلغ عدد المصابين لكل مليون 404 حالة وفي أعداد المصابين مقارنة بدول العالم جاءت مصر في المركز 29 في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ياريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك ولو كنت بشاهد قناتنا الأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته